اشتركوا في القناة طلب سوف تصوم اثنين وخميس من كل اسبوع مدى الحياة الان عمرها ستة وستين سنة وفي بعض الاوقات لا تقدر على الصيام وقيل لها ان تخرج كفارة يمين واطعام عشرة مساكين على هذا صحيحة في دوني لازم نعرف الصيغة اللي قالتها يعني لو قالت لله علي ان انا اصوم الاثنين وخميس لو تحقق لي المطلوب بتاعي ده يبقى خلاص ده تحول الى نازر لكن لو قالت ان شاء الله ربنا يكرمني واشكر ربنا بان انا اصوم الاثنين وخميس فهي بتعمل الكلام ده من قبيل ان هي هالجزاء والاحسان الا الاحسان فبتعمل الكلام ده من قبيل التصدق ومن قبيل العبادة ومن قبيل النفل وفهمها يا سيتم ان تبقاش ما يبقاش واجب عليها لان النازر يبدأ مكروها يعني بلاش تعمل نازر ان انت بتلزم نفسك ما لم يلزمك الشرع الشريف لا يا سيدي انا لزمت نفسي فخلاص فيصبح واجب يعني قالب النازر الى ايه الى واجب فاذا كانت هي نزرت فقالت لله علي او علي علي لله سبحانه وتعالى او اي لفظ من الفاظ اللي تدل على ان هي نزرت اللفظ اللي موجود في السؤال مش باين فيه ان هي نزرت او ما نزرتش لكن لو كانت تقصد بدي النازر يبقى خلاص اللفظ ده بقى بيبان فين بنسأل عن نيتها فاذا قصد بذلك ان هي ندرت ان هي تصوم الاثنين والخميس زي ما بيقول على حد تعبير الناس نزرت يبقى ندرت ان هي تصوم الاثنين والخميس لله سبحانه وتعالى اذا حقق مطلوبها اه خلاص يبقى ده واجب عليها تب تخرج من الواجب ازاي ازاي هي ما قدرتش تعمله وخاصة لو كانت هي في سن الستة وستين سنة وما بتقدرش تصوم ده ايوة بنتعامل مع عدم القدرة على ان هي توفي بالنز كالتعامل مع الحنس في اليمين تبقى لما بيحصل ايوة واحد بيحلف وبعدين عايز يخرج من يمينه او ان زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ما خير بين امران ان اللي اخترى ايسا روما وكان اذا اقسم على شيء واجد الخير في غيره كفر عن يمينه يبقى ايه اللي حاصل اه نكفر عن يميننا ونطلع من عشرة مساكين وساعتها الكلام ده تعيكون صحيح ايه دا امتى اذا تأكدنا ان اللي هي كانت عملته دا كان نزره دا من شيبان غير من خلال نيتها لان الكلام اللي حضرتك زكرتي في السؤال دا وات كلام محتمل يبقى ايه اللي حاصل يبقى تخرج من النزر اللي هي مش قادرة تنفزه بكفارة يمين ايوة وبنعامل ساعتها عدم القدرة على النزر كالحنس كالحنس في اليمين وساعتها عن خرج ونطلع من عشرة مساكين السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك اختي امرأة متزوجة وعندها اولاد وزوجها رجل على خلق ومحترم ويحبوها ويحسن معاملاتها جدا وهي كانت سعيدة معه ولكن بعد عشر سنوات من الجواز كان صديق زوجها يحبها استغفر الله العظيم يعني بيحب الست دي يحبها مع العلم انه متزوج ولكن بينه وبين زوجته خلافات شديدة ويريد ان يطلقها وهو يحب اختي جدا وهي ايضا احبته لا حولها ولا قوة الا بالله حاولت كثيرا الابتعاد عنه حاولت كثيرا الابتعاد عنه ولكنها لا تستطيع وتحب جدا واصبحت حياتها مع زوجها صعبة ولا تتقبل ولا تحب مع تكرار محاولاتها ولكن قلبها لا يستطيع فسألتني كثيرا عن رأيي لانها لا تريد ان تغضب الله بان تكون متزوجة وقلبها مع رجل اخر مع العلم انه يكلمها في التريفون انا نصحتها بان تتطلق من زوجها وتتزوج من من تحب حتى لا تكون ثقة زوجها ولا تغضب ربها فهل هذا حلال ام انا مخطئة في هذا الموضوع كيف تتصرف اختي ولكم جزير الشكر ده كل لغبطة كل لغبطة وسوء اخلاق من ذلك الشخص الذي خبب هذه المرأة على زوجها في حاجة اسمها تخبيب المرأة على زوجها ايه تخبيب المرأة على زوجها تكون ست متزوجة فيفسد المرأة دي على زوجها ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس مننا من خبب امرأة على زوجها بالعكس بالعكس كثير من الايمة بيجعلوا هذا باب من ابواب اللعن اللي هي هذا الشخص ويجعلوا هذا من الكبائر بل هو من الكبائر ان واحد يفسد امرأة على زوجها وده من اشد ومن اسوأ مساوئ الاخلاق من اسوأ مساوئ الاخلاق ليه الشيطان اتباعه لا يحب حد من اتباعه مثل ما يحب الذي يفرق بين المرأة وزوجه فهذا الشخص وكأنه من شياطين من شياطين الانس وبلاش حماقة ان احنا نرتكب المعاصي باسم الحب ده مش حب ده حب للذات هو لو كان بيقدس الحب وبيحترم الحب اللي هو عاطفة نبيلة ويقصد بهذا الحب ان هو يجعل هذا الشخص في مكانة مرتفعة ومكانة محترمة في قلبه كان احترم الحب واحترم ان الست دي ليها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها والمرأة راعية في بيت زوجها لكن هو الحقيقة لا احترم الشرع ولا احترم حرمة البيوت اللي دخلها وخان هذه الحرمة وتجرع على شرع الله سبحانه وتعالى وادعى ادعى كذبا ان هو بيحبها او لو بيحبها يعمل ايه يتق الله فيها كان عبد الرحمن بن عمار الجمشي المشهور بالقص اللي كان بيحب سلام مرة كانوا عاديين في من لوحدهم وما فيش شيء يمنعهم فقالت له بتكلموا ان خلاص المكان خالي فإن لحاصل فمرضيش يرتكب المعصية عشان ايه عشان الاخلاء بعضهم اللي بعضهم يومئذن عدو إلا المتقين فهو ما اتقاش الله للأسف ما اتقاش الله وافسد المرأة على زوجها مش بس افسد المرأة على زوجها وقيت حضرتك روح تمكمل عليها بدل ما تقولي لا تتقي الله سبحانه وتعالى وتروح تعالي قلبها وتروح تتزكى قلت له تطلقي من زوجك وروح الجوزي وانا بقول لكم التجربة بتقوله ان الست اللي بتعمل كده اللي بتطلق من جوزها بعد ما هي تتعلق بحد تاني وتروح تطلق من جوزها وتروح تتجاوز الشخص التاني ده للأسف الشخص التاني ده بيخليها دايما هي المتحملة هذا الخطأ وفي الغالب بيوريها ايام سودة ليه بيوريها ايام سودة هو بيقول لها ازاي اثق فيكي وانت كنت في عسمة رجل وكنت بتكلميني وبعت الرجل ده علشاني وعشان كده التخبيب ده حرام ومن الكبائر صحيح العلماء اختلفوا بقى في هل الجواز ده هيبقى صحيح ولا من صحيح بس هو ده حراموا من الكبائر ان واحد يعمل كده مع امرأة طب نعمل ايه بقى لا الستة دي ما تطلقش والستة دي تروح تعالج قلبها تعالج قلبها بالتربية والتزكية مش كل حد بيحب حاجة بيروح يخرب البيوت علشانها تروح لحد لطبيب نفساني يساعدها يحسن من الله دعم نفساني وتخرج من اللي هي فيه ده لين ايه بالمناسبة ممكن بعد ما تعمل ده كله وتروح تتجوزه هي نفسها تجلد نفسها وتدخل فيه امراض كتيرة جدا جدا نفسية فنصحتي اهو بوضوح ما تتطلقش وتروح تطلب دعم نفسي طب ليه ليه بتقولي كده لان الفعل نفسه حرام الامر التاني التجربة العملية في جلسات الارشاد الزواجي بتقول ايه بتقول ان حد هيخرب بيته بايده لن يكون محل ثقة لمن افسد بيته ومن اجله الامر التاني يحط بقى في مكتب في جملة يحط بقى بايه بجملة من السمعة السيئة اللي تخلي الحياة اللي جاية حياة النكد ومساوي يبقى احنا نعمل ايه بقى يبقى ببساطة خالص الفعل ده حرام وتروح تعمل ايه الله سبحانه وتعالى يقول وهي تبدل طول امرأة عن ده سؤال هو لان اللي عملته ده يرضي ربنا هو لان اللي عملته ده انا بعت اولادي وبعت اسرتي وبعت الرجل اللي كان محترم اللي بيحبني الى حد في الحقيقة انا كنت بالنسبة له عارف انتك بالنسبة له ايه اختك بالنسبة له ايه تعويض للحاجات اللي مش لقيها مع مراته وتوما يلاقيها زي مراته بالزبط اكيد هيتخلص منها لان صدقنا ده هو متمحور حول ذاته مرحش يروح لخبراء عشان يحلوا المشكلة اللي بينه وبين زوجته مين قالك ان اللي حصل معاها مع زوجته ده مش هيحصل معاك اتق الله في نفسك واتق الله في فيتك واتق الله في اولادك ده حملة قيل قوي ان انت تتحملي ويا سادة اتقوا الله سبحانه وتعالى في المتزوجات ما حدش يجي ويصطاد حد الا يصطاد حد ده هيكون ملعون سيبوا البيوت في حالها وما تخربوش البيوت انا حقيقة سوال ده واجعني لان الحكاية دي زادت قوي والناس محتاجين يتقوا الله سبحانه وتعالى السؤال بعد كده بيقول انا وزوجي متخصمين واليوم جاي اتكلم معايا بدون اعتذار بالعكس بيقول لي انا اللي غلطانة هل ينفع ارجع لي بعد اربع شهور او خمسة من الخصام ارجع ايلي يا ست حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيرهما الذي يبدأوا بالسلام مش الكلام ده بس في ايه في الاصدقاء ولا في الاصحاب ولا في الزملاء ده اهم حاجة ما بين الزوجين هو ايه بصراح هو انتوا اعدتوا الاشهر دي وانتوا قطبانين من بعضه مش عارفين ان كل واحد فيكم بيأسم حرام عليكم الخصام بالمدة الطويلة دي حرام عليكم انت انين صالحوا بعض انتوا الاثنين كل واحد فيكم بيصلي في بيته صلاة المحبة اللي بكل واحد فينا بيقول لله سبحانه وتعالى انا احبك لانك اعطيتني نعمة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم مودة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ربنا بيقول لنا البيت ده محراب عبادة بنعبد الله سبحانه وتعالى فيه بالحب اللي تفاصيله بتكون السكينة والمادة والرحمة لكن اللي يحصل ده الخصام ده وطول الخصام طول الخصام ده مش بس معصية طول الخصام كمان فتنة يفتن فيه الرجل المرأة والمرأة تفتن فيه الرجل فاتقوا الله سبحانه وتعالى واقلعوا عن هذه المعصية التي في الحقيقة تفسد البيوت وتغضب الله وتغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتسأليني أرجع؟ آه طبعا ترجعي طب وكرمتي مين قال إن هنا المسألة فيها كرامة كل الحكاية إن فيه عناد أنتوا عندتوا بعض فلو رجعتي فلك الثواب ولو عدتي فقد بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ستكونين أكثر ثوابا قال إزاي؟ قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام فإذا انت بدرتي وبدأتي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجزيك الكزاء الحسن ويوسع عليك ويقبلك إن شاء الله ويوسعدك وتكون انت سبب السعادة وإن اللي حاصل؟ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام يبقى أنت لازم تعملي كده ولا عملت كده أتخذ الثواب العظيم يلا توكلي على الله ما تستنعيش لنفسك الأمارة بالسوء وتوكلي على الله وإن شاء الله ربنا يفتح عليك ويباركلك يا سادة شوف احنا كنا بنتكلم النهاردة طول الحلقة عن التواصل وإزاي الناس تسمع بعضها والناس جاي بتتكلم عن الخصام الخصام ده أكيد جاي لما الناس بطالت تتكلم مع بعضها بالأصول السبعة اللي احنا تكلمنا عنها يا سادة لا تنقطوا عن التواصل ولا تنقطوا عن الحوار وحاولوا دايما حواركم يكون بأحوار رحيم ودود يفتح ربنا عليكم الخير والبركة والنور وتجعلوا في حالة وتكونوا في حالة صفاء لأنها تكونوا محل نظر الله سبحانه وتعالى تعالوا ندعي ربنا ونسألوا إنه يلهمنا المدد ويلهمنا الخير ويقوي قلوبنا على إن احنا نتمسك بالرحمة ونتمسك بالموادة ونتمسك بالسكينة وإنه يبدلنا مكان هذا الوجع ويبدلنا مكان كل الألام اللي ممكن تكون عندنا بسبب الفهم المخطئ لمعنى الكرامة أو الفهم المخطئ لمعنى التواصل فيكون في قلوبنا عناد توجعنا وتئزينا تعالوا نشيدنا كله من قلوبنا ونقول يا رب أمدنا بمددك واجعلنا في رحمتك وانظر إلينا بنظر الود والرحمة واللطف يا رب العالمين وطيب قلوبنا عشان نكون من أهل الرحمة ومن أهل الفضل ونكون سبب من أسباب أمان شركاء حياتنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين ألهمنا الرشدة في كل وقت وحين يا رب العالمين يا رب العالمين